اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والهدفة الى تفعيل السياسة واقعيا فروجه من المقارنة بقوله ان اللقاء ما فخامت رئيس الجمهورية ادريس ديبي سماح لهم شرح ما تم الاتفاق عليه وما يقوم به مسؤولي الحزبين في المستقبل القريب ووضع عالية تساعد في تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين التقينا بفخامة الرئيس الجسدبي ونقلنا له ما تم الاتفاق عليه سواء كان في الجوانب السياسية بين الحزبين او هذه الدورة كانت بتركيز خاص على القطاع الخاص والاقتصاد والتجارة بين الدولتين ايضا تم تنوير سيد الرئيس بما تم اتفاق عليه بين الحزبين وما تم الاتفاق عليه بين القرف التجارية في السودان وشاد اعتقد ان هذه الزيارة كانت زيارة عملية لننقل العمل السياسي للمصالح المواطنين بصورة مباشرة لان السياسة هي كل ما يصلح حياة الناس لذلك كان التركيز في هذه الدورة هو لمصالح المواطنين في شاد والسودان بتشجيع التجارة تشجيع الاستثمار الربط بين اصحاب العمل والمستثمرين في سودان وشاد ورغم ان هذه الزيارة سياسية الا انها تصب في تقوية العلاقات الاقتصادية وتفعيلها خاصة تأسيس منطقة تجارية حرة تربط البلدين عن طريق السكك الحديدية بدءا من بور سودان مرورا بالجنينة الى ادرا وحتى داكار العاصمة السنغالية في ظل العلاقات الحميمة التي تربط البلاد ودولة الامارات العربية المتحدة سلم سعادة السفير الاماراتي لدى البلاد محمد الشمسي رسالة خطية لرئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو تحمل في طايتها دعوة رئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو من قبل معالي محمد بن زايد الانهيان ولي ابو ظبي لحضور منتدى الصحة العالمي الذي ستحتضن مدينة ابو ظبي في شهر نوفمبر القادم رشاد حسن طهل المرة ثانية بعد ايام من تقديمه اوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لدولة الامارات بالبلاد جاء اليوم السيد محمد الشمسي لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو بهدف تقديمه رسالة خطية تحمل في طياتها دعوة السيد محمد بن زايد النهيان ويوى عهد ابو ظبي لفخامة رئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو حضور منتدى الصحة العالمي الذي ستحتضنه مدينة ابو ظبي خلال شهر نوفمبر القادم تحت عنوان العمل معا من اجل القضايا على الامراض المعدية والذي سيؤقد بالتعاون مع مركز كارتر محمد الشمسي سفير دولة الامارات بالبلاد عقب خروجه من المقابلة اكد بان فخامة رئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو رحب بالفكرة مشهدا في الوقت نفسه بالدور الفاعل الذي يليه فخامة رئيس الجمهورية للصحة بلغنا هناك دعوة من سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد العلى للقوات المسلحة الى فخامة الرئيس ادريس دي بي رأس الدولة دعوة الى المنتدى العالمي للصحة اللي بيكون في ابو ظبي في تاريخ 15 نوفمبر ان شاء الله ووصلنا هذه الدعوة الى فخامة الرئيس طبعا ناقشنا مع فخامة الرئيس تطوير العلاقات الثانائية بين دولة الامارات وجمهورية شاد ونحن نعمل كدولة الامارات مع جمهورية شاد ومع فخامة الرئيس ادريس دي بي الى تطوير هذه العلاقة ان شاء الله يذكر بان هذا المنتدى يحضره عدد من كبار القيادات الصحية للبحث على اكبر القضايا الصحية في العالم اهدى صباح اليوم الشاب ناير اب بكر الذي مسر البلاد في مصابقة شباب فضاء الدول الفرنكفونية في العالم جائزته التي نالها لدى مشاركته في المصابقة التي اجريت بدولة ساحل العاج اهدىها لفخامة رئيس الجمهورية ادريس دبيت بعد نينه الجائزة الثانية لمسابقة الشباب في فضاء الدول الفرنكفونية في العالم التي اجريت في السادس عشر من سبتمبر الجاري بدولة ساحل العاج جاء الشاب ناير اب بكر ممثل شاد في هذه المسابقة التي جمعت اربعمائة واحد عشر شاب جاءوا من خمسة وثلاثون دولة في العالم ليقدمها لفخامة رئيس الجمهورية ادريس دبيتنو وخلال المقابلة التي حضرتها وزيرة الشباب والرياضة والمستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالشباب سلمها ناير الجائزة لفخامة رئيس الجمهورية ادريس دبيتنو مهديا اياها للشعب الشادي مشاركة ناير جاءت في الشراكة والشباب والتي تضمن ثلاثة حقائق تصب في تجهيز البلاد للصالون الطلاب الافريقي وتجهيزها لملتقى الشباب الافريقي فضلا عن الشراكة الفاعلة فخامة رئيس الجمهورية ادريس دبيتنو شجع ناير وطلب منه المواصلة في مثل هذا الطريق ليكون مثلا للاخرين من الشباب وما انخرج من المقابلة قال الناير بكر انني سعيد اليوم لتمثيل البلد والعودة اليه بجائزة اهديها الى كافة الشعب الشادي ناير نشكرا للل رئيس سونا سيدرس دبيتنو للاسوطينا والمواطفال انتانا في ايضا الى سمينة السنة للاسيار الافريقي الالسلوان للأتدالي ووالل الفورم panafريكين للاسيار كل ايضا الانترالي يتحدث لتشاهد الى اللحظة الفي الافريك ويش الانتشاهد 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 تو پري اللغي ترجمة نانسي قنقر